اهلا بحضراتكم في هذه التغطية لا تتوقف السلطات الاسرائيلية عن جرائمها ووصل الامر لتهديد المنظمات الدولية العاملة في الاراضي الفلسطينية وفرض البلطجة المعتادة منها وخاصة منظمة الأونيرو فقد كشف المفاوض العام لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونيرو فليب لازاريني أن هناك محاولة متعمدة لخنق عملها الإنسانية في غزة محذرا من أن الوكالة قد تضطر إلى تعليق عملياتها بالكامل بسبب نقص الوقود التي تقيد استخدام تل أبي وتستخدمه كسلاح في حربها على القطاع المحاصر منذ ما يزيد عن 42 يوما على التوالي وأضف لازاريني أن كثيرا من عمليات الأونيرو التي تقدم دعما لأكثر من 800 ألف نازح في قطاع غزة المحاصر قد توقفت بالفعل بما في ذلك العشرات من أبار المياه ومحطة مياه ومحطات للتعامل مع مياه الصرف وأوضح لازاريني خلال مؤتمر صحفي أعتقد أن هناك محاولة متعمدة لخنق عملياتنا وإصابة العملية بالشلل نجازف بتعليق عملياتنا الإنسانية كلها أعتقد أن من الشائن أن وكالات إنسانية تضطر للتسول من أجل الوقود وأشار إلى إطلاق الوكالة النداءات لأسابيع من أجل الحصول على الوقود الذي أدخل إلى غزة الأسبوع الماضي لأول مرة منذ بدء حرب إسرائيل على القطاع موضحا أن الوقود الذي سمح بدخوله هو 24 ألف لتر من وقود الديزل لتشغيل شاحنات توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة لا يكفي ما يحتاج له سكان قطاع غزة للبقاء على قيد الحياة وتابع بسبب نقص الوقود لن نستطيع إرسال شاحناتنا في أنحاء جنوب قطاع غزة حيث يوجد لدينا أشخاص ينتظرون توصيل المساعدات الإنسانية مؤكدا أن معبر رفح المشترك مع مصر هو المعبر الوحيد المفتوح لإدخال مساعدات إنسانية وحذر المفاوض العام للأونيروا من أنه دون وقود سيكون من المحتوم سقوط قتل من المدنيين بشكل لا يتصل مباشرة بالحملة العسكرية الانتقامية التي تشنها إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر وقال اليوم ما نقوله هو أنه إذا لم يدخل الوقود فإن الناس سيموتون بسبب نقص الوقود منذ متى بالتحديد لا أعلم لكن ذلك سيحدث عاجلا لا أجلا وفيما يتعلق بانقطاع الكهرباء قال لازاريني يمكن لذلك تأجيج أو تصعيد آخر آخر نظام مدني متبقي لدينا في قطاع غزة وصفنا نطاق الفسائر والدمار في غزة بأنه مهول مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة عن تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا لحضرتك